أخير الأخبار مع مراسلنا مرة أخرى من خانيونس سهاني الشاعر هاني نعم سفيان أربعة شهداء أم وأب وطفليهما في قصف نفذته مروحية أسرالية سهدف خيمة تؤمن نازحين في المنطقة الغربية لمدينة خانيونس جنوبية قطاع غزة هذا القصف بكل تأكيد يأتي في سياق ارتفاع وطيرة القصف الذي يستهدف خيام النازحين في المنطقة الغربية من مدينة خانيونس كذلك رفح والمنطقة الوسطى من قطاع غزة قصف مركز باتجاه هذه الخيام منذ عدة أسابيع وبشكل لافت أدى إلى سقوط العسرات من الشهداء والجرحة بكل تأكيد سفيان هؤلاء ليسوا أرقاما فمن بين هؤلاء الشهداء معلم كان يؤدي واجبه الوطني والأخلاقي منذ عدة أسابيع في تعليمي طلبت الثانوية العامة الذين فقدوا بيوتهم ومدارسهم في القصف المتواصل على قطاع غزة فكان في داخل خيمته يقوم بتعليم هؤلاء الطلاب في ربما توفير بيئة تعليمية إلى حد ما ملائمة حتى لا فقد هؤلاء الطلاب المستقبل ولا تتفشى الأمية التي يريدها الاحتلال عبر قصفه للمدارس وقتله للطلبة والمعلمين على حد سواء منذ بداية الحرب على قطاع غزة قصفت مئات المدارس وكذلك الجامعات وقتل ألاف المعلمين وكذلك عشرات ألاف الطلبة من مختلف الفئات العمرية اليوم يكمل هذا الاحتلال مسلسل الاستهداف بقتله لمن تبقى من معلمين وطلبة في قصف متواصل على مختلف مناطق قطاع غزة قصف مدفعي أيضا كان في الساعات الماضية طال منطقة ترفح خاصة المنطقة الغربية والشمالية من هذه المدينة تشهد للشهر السابع تواليا عمليات عسكرية أدت لتدمير مربعات وأحياء بأكملها خاصة في المنطقة الجنوبية والشرقية والغربية كذلك أيضا قصف مدفعي كان في الساعات الماضية في المنطقة الشمالية الغربية لمخيم النصيرات وكذلك المنطقة الشمالية الشرقية للبريج وسط قطاع غزة انسحب الحال على المنطقة الجنوبية من مدينة غزة على الجانب الآخر من محور النتسليم حي تتلي الهوى والصبر وحي الزيتون تتعرض هذه المناطق منذ عدة ساعات لعمليات إطلاق نار من أليات إسرائيلية إلى جانب إطلاق قدائف من المدفعية ومن الدبابات المتمركزة على طول منطقة المحور فضلا عن غرات شنتها مقاتلات حربية طوال ساعة الليل على فترات متباعدة في المنطقة الشمالية الغربية والشمالية الشرقية إحداها السادفة شقة سكنية في شارع يافا أدى ذلك إلى استشاد إصابة عدد من الفلسطينيين نقلوا للمشفى المعمداني مدينة غزة تؤوي أعداد كبيرة من النازحين قصرا من شمالية قطاع غزة الذي يشهد عمليات عسكرية لليوم الخامس والأربعين توالية أدت هذه العملية إلى استشاد ملاقل عن ألفي فلسطيني وفقداني المئات هي أرقام تقربية بكل تأكيد في ظل غياب المنظومة الصحية المتابعة لهكذا حالات وكذلك غياب المنظومة الإعلامية التي كانت تعمل شمالية قطاع غزة وغياب الدفاع المدني قصرا بعد استهداف مركبات الإسعاف والدفاع المدني منذ بداية الهجوم البري على شمالية قطاع غزة تحدث السكان هناك عن أوضاع صحية وإنسانية ومعيشية كارثية بفعل منع إدخال أي مساعدات إنسانية بفعل القصف المتواصلي وتدمير المنازل فوق رؤوس ساكنيها ومنع أحد من وصول إليهم وإسعافهم حتى من يحاول النجدة يتم استهدافه من قبل طارات المسيرة تحلق على علو منخفض في أجواء المنطقة الشمالية على مضاري الساعة إلى جانب عمليات النسف المتواصلة لمربعات سكنية بأكمالها في جباليا في مشروع بيت لاهيا في بيت حنون في تل الزعتا في قليب وشرقا في أيضا القصصيب أبو شرخ أبو قمر غربا في منطقة الصفة والكرامة والإتوام جنوبا عمليات النسف متواصلة من قبل قوات الاحتلال تارا عبر أليات وروبوتات مفخخة وتارا أخرى عبر قوات تتقدم ليلة وثم تنسحب صباحا وتبدأ بعد ذلك عمليات النسف المتتالية من هؤلاء السكان من يموتوا من شدة القصف الإسرائيلي والقصف المدفع المتواصل ومنهم أن يقتلوا في قصف لمنازل فوق رؤوس ساكنيها دون سابق انظار هناك عائلات متكدسة في منازل بعد النزوح من جباليا إلى مشروع بيت لاهيا تقصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها هناك المئات من المفقودين أيضا بفعل استمرار هذا القصف من قبل المدفعية والطارات الحربية المقاتلة التي تحلق على مدار الساعة المشافي في الشمال تستنزف على وقع منع إدخال الوفود واستمرار اعتقال للطباء الذين كانوا يعملون في بداية الهجوم البري على شمالية قطاع غزة وجرى اختياد للطباء إلى جهة مجهولة وقتل البعض منهم إلى جانب منع إجلاء المصابين والمرضى من مشافي شمالية قطاع غزة ومنع إدخال أي مساعدات طبية أو حتى مستلزمات واطع ملازمة هؤلاء اليوم يمتون جوعا ويمتون أيضا بفعل استمرار القصف والحصار المطبقي على شمالية قطاع غزة دون السماح بإدخال أي شيء متعلق في إنقاذ حياة هؤلاء في ظل استمرار العملية البرية على المنطقة الشمالية من قطاع غزة أيضا بدأت الأمطار تهطل في الساعات الماضية خاصة في المنطقة الوسطى ومدينة غزة وشمالية القطاع هذا الأمر أدم إلى غرق المئات من خيام النازحين المهترئة التي تحتاج إلى استبدال واهترأت بفعل عوامل الطقس المتقلبة وهؤلاء السكان يعيشون أوضاعا إنسانية غاية في الصعوبة بفعل التكدسي في داخل هذه الخيام وفي ظل أيضا منع إدخال أي مساعدات إنسانية سوى بكميات محدودة جدا وعلى فترات متباعدة عبر المعابر المغلقة خاصة مع برفح المغلق لشهر السابع تواليا كرم أبو سالم يعمل بشكل محدود كذلك زكيم شمالية قطاع غزة عندما تدخل تلك المساعدات تنهب في مناطق تسيطر عليها قوات الاحتل ما يعني أن ذلك يتم بشكل متعمد على عين ومرأة قوات الاحتل كما الحال في المنطقة الشرقية لمدينة رفح والشرقية إلى دير البلح والشمالية لبيت لاهيا الشمالية قطاع غزة ما يدخله هو كميات محدودة لا تفي بالحاجة هناك طوابير في الأثناء أمام المخابز التي تعمل في المنطقة الجنوبية بالكاد يعمل مخبز أو اثنين في خان يونس ومخبز أو اثنين في دير البلح المخابز في غزة وشمالية متوقفة تماما بفعلي منع إدخال الوقود أو الدقيق لإغاثة وربما هؤلاء النازحين وإنقاذ حياتهم المتوفر من الدقيق هو ربما قد نخر به السوس والدود ولا يستطيع أحد أن نتناول هذا الدقيق ما يعمل فقط كما ذكرنا مخابز محدودة أمامها طوابير طويلة بالكاد ترى نهاية هذه الطوابير أمام تلك المخابز بانتظار الحصول على ربطة خبز قد تكون بثمن مرتفع بن السوفيان في ظل هذه الأزمة المتفاقمة والحصار المطبقي على مختلف مناطق قطاع غزة شكرا لك هانيا الشاعر من خان يونس